دي الرؤية الدولية الإيجابية لقطاع الصحة في مصر سنة عشرين عشرة ولا 11 ولا 12 عشرين عشرة تقرير تنمية البشرية الصدر عن أم المتحدة قال أنه الالتهاب الكابدي فيروس سي بيمثل تهديد صحي خطير في مصر وأنه لازم يتم بزل مجهود ضخم جدا لرفع مستوى الوعي وضمان وجود برنامج قوي لمكافحته على المستوى الوطني فيش حاجة حصلت وبعدين عدت السنين وبدأنا نشتغل سنة 2014 تشوف أنه تقرير التنمية البشرية الصدر عن الأم المتحدة سنة عشرين واحد وعشرين يعني مش اتنين وعشرين مش تلاتة وعشرين التي شرفت على الانتهاء بيقولوا إيه بيقولوا تعد التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي من التجارب والنماذج الرائدة التي يحتز بها على مستوى إيهل على مستوى القارة مثلا في إفريقيا لا هل على المستوى العربي لا هل على مستوى الدول النامية الأسواق الناشئة إطلاقا قالك على مستوى العالم إذ انطلقت حملة قومية للقضاء على الفيروس في مصر من سنة عشرين أربعة من الزمت الصحة العالمية في ألفين وطلاتاشر قالوا مصرته عيني من تفشي التهاب الكبد الوبائي فيروس سي مع عدم وجود خطة وطنية متعلقة بالفحص والرعاية للمصابين في هذا الفيروس عدت حوالي عشر سنين من ساعة التصريح بتاع منظمة الصحة العالمية جينا في عشرين ثلاثة وعشرين وأصبحت مصر أول دولة تحصل على شهادة المستوى الذهبي لإكمال مصار القضاء على فيروس البنك الدولي سنة عشرين خمستاشر قالوا لسه قطاع الصحة في مصر بيعاني من قلة الإنفاق فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجا وإنه اتنين وسبعين في المية من تكاليف الرعاية الصحية تتم تغطيتها من الجيوب الخاصة للمواطنين ده كلام البنك الدولي في عشرين ثلاثة وعشرين مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وإفريقيا في البنك الدولي صدر تصريح بيقول إيه؟ إنه لمن دواعي سروري أن نعمل جنبا إلى جنب في شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الصحي الشامل خد بالك بقى في مصر وأود أن أشيد وأهنق مصر بمدى تقدم العمل بالمرحلة الأولى كما نتطلع إلى رؤية دخول محافظات المرحلة التانية للتأمين الصحي الشامل هو هنا اللي بيعنيهم هل المواطن بيدفع من جيبه الخاص نظير الرعاية الصحية ولا الدولة هي اللي بتقوم فمع انتهاء المرحلة الأولى ونجحها كانت الإشادة من مدير قطاع الصحة للشرق الأوسط وإفريقيا من البنك الدولي تعالي ناخد اللي بعدها طيب بنكمل في الرؤية الدولية الإيجابية فهتلاقي هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقول أنه الحكومة المصرية كانت سريعة جدا في اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار فيروس الكورونا والتخفيف من أثاره الاجتماعية والاقتصادية وتم رصد مبالغ كبيرة لتمويل خطة الاستجابة الشاملة والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا أنا هنا عايز أفكرك بحاجة مهمة جدا أفكرك بأنه الإخوان وغيرهم وبعض الجهات التي تعادينا قالت لك مصر يا جماعة مع الكورونا هتضيعه ومش هيجيبه لقاحاته ومش هيوفره لقاحات للناس ومش هيعمله ومش هيساوه احنا وصلنا المرحلة لو تتذكر أنه كادت الدولة تتحايل على مش تتحايل بمعنى أنها بتتحايل عليه بتتحايل بتزن على المواطن التطعيمة هو ومجاني والطعم حطينا في كل بقعة من بقاع المحروز يا رجل ده عند محطات المترو في المولات طرق أبواب احنا جايين نطعمك بل أن احنا لعبنا كمان دور مهم نحية أصدقائنا وأشقائنا في إفريقيا شوف المفوضية السامية لأم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت نشيد بإطلاق مرحلة جديدة من حملة 100 مليون صحة لتشمل الأجانب المقيمين في مصر بما فيهم اللاجئين وملتمسوا اللجوء في منظرنا الضيوف فوربس بتقول بتعتبر الإرادة السياسية لمصر هي أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح القضاء على فيروس التهاب الكابدي الوبائي وهو فيروس سي حيث شجعت مواطنيها على المشاركة في البرنامج وجعلت حملة 100 مليون صحة واحدة من أكبر برامج الفحص الصحي في العالم مش في الإقليم مش في القرى في العالم تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 واللي صادر عن الأمم المتحدة أيضا قالوا أطلقت مصر من سنة 2014 العديد من المبادرات الصحية اللي بتستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة والنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار العدالة والإنصاف ده بالإضافة لتحقيق تغطية صحية شاملة وخاصة مبادرة 100 مليون صحة لدعم المرأة المصرية مبادرة الكشف المبكر عن السمنة والتقزم والأنمية ما بين طلاب المدارس ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار طبعا دي المبادرة التي أنفق فيها المليارات لأجل المصريين تعالي ناخد الصفحة اللي بعدها السيدة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر قالت تعتبر مبادرة 100 مليون صحة والتغطية الصحية الشاملة تجربة مصرية رائدة ونرى صورة متكاملة لمفهوم الرعاية الصحية جيرمي هابكنز ممثل منظمة اليونيساف في مصر قال أنه شايف تقدم ملحوظ في مكافحة سوء التغذية في مصر وأنه ده بيتضح جدا في التراجع الكبير في معدلات التقزم في نقص الوزن والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة جون جابور الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية في مصر فقال أحيي الجهود أو جهود القيادة المصرية التي بادرت قبل أزمة كورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر ويعد نظام الترصد الوبائي في مصر من أقوى أنظمة الترصد الموجودة بإقليم الشرق الأوسط وأن العملته مصر لا يمكن أن يحدث في أي من البلدان خاصة بتلك الديناميكية والجهود والكوادر التي تم اعتمدها لتطبيق مبادرة القضاء على فيروس سي والأول مرة في العالم يتم تطبيق منهجية تدمج فيروس سي مع الأمراض غير السارية برونو مايس الممثل السابق لمنظمة اليونيساف في مصر قال المؤشرات الصحية في مصر بتشهد تحسن في الفترة الأخيرة والمنظمة شايفة أن المبادرات التي اشتغلت عليها الحكومة المصرية كفيلة بتحسين الوضع في مصر